بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم يتامى في مادة الثقافة المالية الحسابات البنكية ونموذج من النماذج لحسابات البنكية لما احنا تعرفنا عن الحصة الماضية حكينا انه تعرفنا على نوع البنك الانسان يستطيع انه ليداع الاموال فيه حسب رغبته بناء على عدة شروط ومميزات للبنك اما بالنسبة للحسابات البنكية اليوم ننتعرف عنا على تحديد نوع الحساب البنكي انا بدي اعرف شو نوع الحساب اللي انا بدي اقوم باداع الاموال بالنسبة اليه فيه بتطلب عنا هادي عدة امور الواحد لازم الشخص عنا يكون مدرك لهاي الامور من خلال الامور التي يتم عنا عرضها في هذا العرض التقديمي بنجي بنحكي الحساب البنكي وليش شو هو حساب في مؤسسة مالية مسجل باسمك تحفظ فيه نقودك بهدف معناته انا كموظف في المدرسة بقوم بالمدرسة بفتح حساب بنكي باسمي بحفظ فيه راتبه في كل نهاية شهر بينزل تم ايداعه في البنك بهدف ايش؟ هدفين لهم اول اشي طلب الامان تاني اشي ممكن يكون عنا من ضمن عنا الاستثمار تشغيل الاموال بتم عنا عليه عمليتين عملية ايداع وهي القدرة عنا على وضع الاموال فيه ممكن انا اقوم بايداع مبلغ معين في حسابي البنكي او بقوم عنا بسحب مبلغ معين من المال زي الراتب انا بسحب راتبي في نهاية كل شهر من البنك معناته انا في هاي الحالة عملت عملية سحب بنكي من الحساب البنكي في عنا مصطلحات جديدة هتمر علينا وديعة شك رح تمر عليها امور كتير رح نطلع عليها اما نجي نحكي الوديعة تعرفنا عليها الحصة الماضية لما حكينا عن البنك التجاري والبنك الاسلامي وعملنا مقارنة بناتهم حكينا انه الوديعة هو ما يقوم الشخص بيداعهم في البنك من نقود لمدة محددة الوديعة ميزتها عن اي اشي تاني انها بتكون لمدة فترة محددة بتتقتصر عنا اما على الفرد نفسه على البنك نفسه بتتمد على اتفاق ما بين الطرفين الوديعة هاي لها عدة انواع اول شي عنا الودائح تحت الطلب اللي احنا بنحكيها الودائح الجاري والحسابات الجارية معنات وانا مجرد ما ينزل راتبي عنا على البنك وانا بتم تحصيله ممكن كون احنا بنسميها ودائح تطلب يستخدم لإداء النقود وانا من خلال اني انا الاحساب جاري في البنك بقدر من خلاله احرر دفتر شكات اكتب عندنا عليه الشكات اللي انا برغب فيها او بقوم بسدد فيها قيمة فواتير معينة وممكن نعمل زي فواتير كل الماء او اللي هي عن طريق بطاقات الاتم هذه كلياتها بتكون عندنا من ضمن عندنا الودائح تحت الطلب اما الودائح لاجل محدد انتبه عليها اموال تودع في البنك لمدة معينة ويدفع عليها فوائد يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة معناته انا مسكت الفين دينار حطتهم كوديعة في البنك والودائح ممكن تكون لشهر ثلاث شهور ست شهور اتناشر شهر انتفقت انا والبنك احط وديعتي كل شهر اجددها اجيت في نهاية الشهر دفعت اجددت الوديعة وحطيت بدل الالف الف ونص هلأ هاي الوديعة بعد كل فترة معينة بيكون عليها مبلغ معين من مال اسمها فائدة هلأ انا بممكن اخذها بعد نهاية الشهر هلأ اذا جددتها اجيت في نص الشهر سحبت المبلغ معناته انا الفائدة هادي مش رح تكون الي اطلاقا رح يسحبها البنك هلأ بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يمكن للمودع سحب الوديعة قبل انتهاء المد ليش لاني انا في هاي الحالة اذا سحبت الوديعة قبل انتهاء المد المتعارف بيني وبين البنك معناته انا هاي اخسرت الفائدة اللي بتتنظافني على الوديعة نيجي على الوديعة رقم ثلاثة ونتبه عليها منيح الودائح باختار سابق باختار معناته بمعرفة البنك واتفاق مسبق بيني وبين البنك توضع لدى البنك لمدية معينة ولا يحق للعميل سعبها الا بعد اختار البنك معناته انا بجيب تقرار من البنك نفسه اني انا بدي افك الوديعة هاي في هاي الحالة لما انا بدي افك الوديعة قبل موعدها معناته انا الفائدة اللي كانت على الوديعة راحت للبنك والبنك ما اعطاني غير الاموال الموجودة الي فقط حسب سياسة كل بنك عن بنك تاني بتخلف اما بالنسبة لودائع التوفير اموال يوديحها صغار المدخرين في حساب التوفير بسعر فائد ثابتة ومعينة معناته انا لما بحطها لها سعر معين قد ما يكون عندنا مبلغ التوفير معناته فائدتها ثابتة ممكن تكون واحد بالمية اثنين بالمية ثلاثة بالمية علىها حسب اتفاقي انا والبنك الموجود او البودع اموالي فيه بيجي نحكي النماذج البنكية عايشة بتحتوي بتحتوي على شغلتين مهمات فتح حساب ورقص حساب اللي احنا رح نحكي عنه الايبان كمان بالاضافة ليلو هلا لما نيجي نحكي احنا عندنا نموذج فتح الحساب بيحتوي عندنا نموذج فتح الحساب عندنا على عدة امور مهمة لنا اول اشي بيحتوي عندنا على المعلومات الشخصية اسم رباعي جنسية تاريخ مكان الولادة رقم جواز السفر وممكن مكان الاقامة بيانات الاتصاد هقم الهاتف كل الامور اللي بتقص الانسان بشكل شخصي وفردي عشان هم يكون عندهم معلومات كاملة عن الفرد اللي بيقوم عندنا بفتح الحساب بيقومه بتصوير الهوية لإله لإنها بيكون الانسان البالغ بفتح الحساب لانا بحكي عن حساب جاري ما بحكي عن حساب توفير لأطفال لانا عمالي بحكي عن حساب جاري لأشخاص بالغين طيب ما يجي نحكي عندنا يا سابع بعدها يا تامن رقم الحساب والرقم الذي يتوجب على العميل استخدامه بكامل مكونات وفي تعاملاته بالحساب هذا رقم الحساب لما ميجي بطاقة الحساب رقم الحساب بيكون بيحتوي عندنا على رتقم تعريفي موحد للعميل بيحتوي عندنا على الفرع مثلا أنا تابع لفرع عندنا الحسين فرع الوحدات أي فرع بدي نوع الحساب نوع الحساب بيكون عندنا جاري بيكون عندي وديعة على حسب نوع الحساب اللي أنا شغالي عليه هلأ بالنسبة للأيبان هو عبارة عن معيار دولي لتحديد الحسابات المصرفية عبر الحدود الوطنية بتكون عندنا من 30 خانة لأنه الأيبان هو رقم الحساب بيساعدوني أنا أفتح بيكون رقم تعريف موحد للعميل معناته أنا بقدر عن طريقه أعمل حساب للدينار حساب للدولار للجنيه المصري للإسترليني أي نوع من أنواع العملات أنا بقدر أعملها عن نفس رقم الحساب لازم إحنا نعتبر أنه يكون للإنسان رقم حساب واحد إلا إذا بيكون هو عبارة عن رقم حساب مشترك بين الشركاء زي ما نشوف عنا بالشركات شو أهمية الآيبان؟ تسهيل عملية معالجة العمليات المالية للعملاء أنا بعمل عندي تسهيل في عملية التعامل لأنه بكون فيها نوعا ما سرية ومحافظة عنا على كل فرد من الأفراد وخصوصيته هاي كريتي الآيبان؟ كيف بدي يكون شكله؟ زي ما إحنا بشايفين عناه رقم الحساب الأساسي مسبوق بالأصفار بيكون عنا تقريبا زي ما إحنا شايفين أغلب بيكون أصفار رمز البنك حقل التدقيق ورمز البلد زي جوردان مكويات الآيبان سيجز إحنا ما إحنا شايفين بيكون معطيني رقم حساب العميل رمز الفرع بيكون إما بيكون ممكن رمز البنك رمز الفرع رمز الثبات هذه بيكون كل بنك محددها من خلال الأمور اللي بتغتص فيه والأسبوع اللي جاي إن شاء الله يا تامر راح نكمل درس النماذج البنكية ونوخذ معها التطبيقات البنكية يعطيكوا العافية كل عام أنتوا بخير